بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين واللهم علمنا ما يدفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم آمين 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 وبعد فهذا هو الدرس الخامس والثلاثون بعد المئة من سلسلة دروس كتاب الهداية شرح بداية المبتدي لمولانا شيخ الإسلام مرهان الدين علي بن أبي بكر الفرغاني المرغناني رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين آمين وصلنا إلى قوله رحمه الله ولو حلف بحج أو بصوم أو صدقة أو عطق أو طلاق أو فهو مول إلى هن وصلنا أحبابنا أنا شككت بالمكان الذي وصلت إليه وإن آل من المطلقة طيب أحسنت الله إذن قال وإن آل من المطلقة الله الرجعية كان موديا وإن آل من المطلقة الرجعية كان موديا وإن آل من البائنة لم يكن موليا لأن الزوجية قائمة في الأولى دون الثانية ومحل إلى من تكون من نسائه بالنص وإن آل من المطلقة الرجعية كان موليا طلق زوجته طلاقا رجعيا قال لها أنت طالق وهي في العدة وهي في العدة إذن آل منها آل منها حلف أن لا يقربها أربعة أشهر أو قال إن قربتك فعلي حجة آل منها وهي في العدة ما الحكم؟ قال كان موديا فهم لما قال وإن آل من المطلقة الرجعية يعني آل منها وهي في العدة أما لو كان قد انقضت العدة لو آل منها صارت بائنة صارت الآن بانقضاء العدة صارت بائنتان فلا يقع الإله قال وإن آل من المطلقة الرجعية يعني وهي في العدة كان موليا وإن آل من البائنة من المطلقة البائنة لم يكن موليا لماذا؟ لأن الزوجية الزوجية قائمة في الأولى قائمة في الأولى وهي المطلقة الرجعية لأنه قلنا المسألة مصورة أنه طلقها وهي في العدة وهي في العدة قال دون الثانية دون المطلقة البائنة الزوجية قد انقطعت لما قال لها أنت طالق طلقة بائنة أو أنت بائنة ولو بذلك الطلاق وقع طلقة بائنة فلو آل منها لا يقع الإله قال فلا قال محل الإله من تكون من نسائنا بالنص محل الإله من تكون من نسائنا بالنص أراد بالنص هنا قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم وبعد أن صارت مبانة انتفت الزوجية انتفات الزوجية أما بالنسبة المطلقة الرجعية هو كما قلنا الزوجية قائمة الزوجية يعني المطلقة الرجعية المطلقة الرجعية هي في الواقع إذا كنت تذكرون نحن قلنا أن الإله تقع فيها طلقة بائنة لأنه يكون بذلك قد حرمها هو حقها الذي هو الوطن فالطلاق الرجعي المرأة وهي في العدة ليس لها حق في الوطن ليس لها حق في الوطن فقال الفقهاء تقع يقع الإيلاء وهي في الطلاق الرجعي في العدة في العدة وإن لم يكن لها حق في الوطن ولكن يقع الإيلاء باعتبار أن الوطن مباح باعتبار أن الوطن مباح فإن كانت هذه المرأة تعتد بالأقراء فيحتمل قد يقول قائل مثلا يعني كيف يقع الإيلاء في العدة كيف يقع الإيلاء في العدة هو الإيلاء أن يحنف أن لا يقربها أربعة أشهر فالأصل أن المرأة المعتدة تأتيها العادة الشهرية كل شهر مرة واحدة وبالتالي تكون العدة ثلاثة أشهر فإذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر يقع قسم من الإيلاء خارج العدة خارج العدة وبالتالي وبالتالي ليس لها تكون يعني تكون قد بانت بانت قبل انقضاء المدة قبل انقضاء مدة الإيلاء وبالتالي يبغي أن لا يقع الإيلاء في الطلاق الرجعي فهمنا أحبابنا فلماذا أوقعتم الإيلاء في الطلاق الرجعي مع وجود هذا الذي ذكرناه أول شيء قال صحيح وليس لها حق الوطأ ولكن أوقعنا الإيلاء باعتبار أن الوطأها أن وطأها مباح باعتبار أن وطأها مباح فهذه المرأة إن كانت تعتد على فرض بالأقراء بالحيط قد تكون هي في احتمال أن تمتد عادتها قد تمتد عادتها عفوا عدتها قد تمتد عدتها سنة قد تمتد عدتها عدتها سنة قد تحيض هذه المرأة كل ثلاثة أشهر مرة أو كل خمسة أشهر مرة يحتمل إطالة هذه المدة يحتمل إطالة هذه المدة مدة العدة فتكون مستوعبة لمدة الإله لذلك قالوا تبين المطلقة الرجئية هذا إذا كان تعتد بالأخرى أما إذا كانت تعتد بالأشهر هذه المرأة المطلقة الآن طلاق رجعي وهي تعتد بالأشهر يعني كانت آيسة مثلا كانت آيسة أو كانت صغيرة وكانت الإلاء من الصغيرة فيه خلاف يأتي معنا فإذا كانت تعتد بالأشهر فإذا لو حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فهذا يقينا أن الإلاء سيقع جزء منه خارج العدة فلماذا أوقعتم الإلاء فلماذا أوقعتم الإلاء قال احتمال أن يراجعها قبل انقضاء عدتها لاحتمال أن يراجعها قبل انقضاء عدتها بالأشهر الآن السؤال لو أنه آل من زوجته وهي مطلقة طلاقا رجعيا مطلقة طلاق رجعي آل منها قلنا يقع الإلاء فإن انقضت عدتها انقضت عدتها قبل مضي مدة الإلاء سقط الإلاء ليه؟ لفوات محله سقط الإلاء لفوات محله ولكن بقي عليه ماذا؟ بقي عليه اليمين يعني لو تزوجها بعد انقضاء العدة وجاء معها وجب عليه كفارة يمين كما سيأتي معنا وجب عليه كفارة يمين أما أنه لو تزوجها بعد انقضاء عدتها بعد انقضاء العدة وانقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإلاء ولم يقربها أبدا ولم يقربها أبدا لا يقع إلاء ثاني لا يقع إلاء ثاني سيأتي الآن قال فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإلاء العدة الرجعية سواء كانت تعتد بالأقراء أو كانت تعتد بالأشهر فلو انقضت العدة قبل انقضاء مدة الإلاء ما الحكم؟ قال سقط الإلاء لفوات المحلية لفوات المحلية محلية ماذا؟ يعني قال لفوات المحلية يعني لفوات محل الإلاء ما هو محل الإلاء؟ قالوا محل الإلاء الزوجية الزوجية ولكن كما قلنا كما قلنا لو وطئها لكفر إذا لذلك قالوا رجل آلى من امرأته ثم بعد ذلك طلقها تطليقة بائنة رجل آلى من امرأته قال والله لا أقربك أربعة أشهر أو قال إن قربتك فعلي حجة ثم طلقها تطليقة بائنة قال إن مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وهي في العدة قال طلقات أخرى طلقة ثانية بالإيلاء أعيد رجل آلى من امرأته قال والله لا أقربك أربعة أشهر ثم قال لها أنت بائنة أنت طالق طلق بائنة فطلقها طلقتان بائنة فإن مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وهي في العدة يعني امتدت عدتها امتدت عدتها حتى تجاوزت مثلا ستة أشهر خمسة أشهر تجاوزت مدة الإيلاء فإن مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وهي في العدة قال وقع الطلقة ثانية وقع الطلقة الثانية الآن بهذا الإيلاء بهذا الإيلاء أما إن انقلت عدتها انقلت العدة ثم تمت بعد ذلك مدة الإيلاء قال لا يقع الطلاق بالإيلاء لا يقع الطلاق بالإيلاء ولكن يبقى ماذا أحبابنا كما قلنا كفاري يمين الوطع إنا الله كذلك عندنا مسألة أخرى وهذه تقع هذه ربما تقع رجل مثلا آل من زوجته قال لها والله لا أقربك ثم بعد ذلك طلقها ثم بعد ذلك طلقها سواء طلقها طلاقا رجعيا أو طلاقا بائيا طلقها ثم بعد ذلك تزوجها الآن إن تزوجها أعيد فأقول رجل آل من امرأته ثم طلقها ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك ثم تزوجها بعد ذلك الآن إما أن يتزوجها وهي في العدة وإما أن يتزوجها بعد انقضاء العدة فإن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإلاء على حاله كان الإلاء على حاله إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإلاء على حاله كان الإلاء على حاله حتى لو تم أربعة أشهر أربعة أشهر من وقت الإلاء لا من وقت التزوج من وقت الإلاء يقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإلاء هذا إن تزوجها وهي في العدة أما إن تزوجها بعد ما طلقها وبعد انقضاء العدة إنها انتمع بعد انقضاء العدة تزوجها بعد انقضاء العدة كان موليا كان كذلك موليا قال ولكن تعتبر مدة الإلاء من وقت التزوج فالفرق بينهما الآن الفرق بينهما أن في الصورة الأولى إن تزوجها وهي في العدة تزوجها وهي في العدة أن الإلاء يكون من وقت اليمين أما إن تزوجها بعد انقضاء العدة يكون الإلاء إن تزوجها بعد انقضاء العدة يكون الإلاء من وقت التزوج يكون الإلاء من وقت التزوج واضح إن شاء الله الكلام أحبابنا ثم بعد ذلك قال ولو قال لأجنبية والله لا أقربك والله لا أقربك أو أنت ظاهر منها يعني أو أنت علي كظاهر أمي ثم تزوجها ثم تزوجها لم يكن موديا ولا مظاهرا لأن الكلام في مخرجه وقع باطلا لما نطق به بهذا الكلام في مخرجه أي لما نطق به لما نطق به وقع هذا الكلام باطلا لماذا قال انعدام المحلية لأن هذه المرأة أجنبية ليست محلا للإلاء وليست محلا للظهار فوقع الكلام باطلا لانعدام المحلية فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك قال وإن قربها كفر وإن قربها وطئها كفر قال لتحقق الحنث وقال والله لا أقربك إذ اليمين منعقدة في حقه في حق من؟ قال في حق الحنث إذ اليمين منعقدة في حقه يعني في حق الحنث هذا إذا قال والله لا أقربك أما في قوله أنت علي كظاهر أمي لو كان مظاهرا نعم إذا لما قال إذ اليمين منعقدة في حقه في حق الحنث هذا في إيش؟ في حقه اليمين فيما لو قالها والله لا أقربك أما في قوله أنت عليك ظهر أمي فلو أنه وطئها بعدما تزوجها وكانت أجنبية وقت فيها لا شيء عليه لا شيء عليه أم ليه؟ لأن في الأولى كان عندنا يمين كان عندنا يمين وقد وجد الآن الحنث فتجب الكفارة أما في الظهار لا يوجد يمين فليجب عليه شيء قال ومدة إيلاء الأمة شهران لأن هذه مدة بربت أجلا للبينونة لأن هذه أي مدة الإيلاء بربت أجلا للبينونة فتتنصف بالرق تتنصف بالرق يعني بسبب الرق كما في طلاقها طلاقها طلقتان وكما كذلك في عدتها عدتها حيضتان قال فتتنصف يعني مدة الإيلاء بسبب الرق كمدة العدة كذلك لأنه مدة العدة كما قلنا تتنصف تصبح كذلك شهرين فلو أن زوجها طلقها لو أن زوجها طلقها رجل متزوج أمة طلقها بعد الإيلاء رجل متزوج أمة طلقها بعد الإيلاء طلاقا رجعيا طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا أو طلاقا بائنا إذا رجع متزوج لأمة نعم آلة منها قال والله لا أقربك وهي أمة وبعد ذلك طلقها طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا وبعد أن طلقها إذا الأول شيء آلة منها ثم طلقها ثم بعد أن طلقها أعتقها سيدها وهي في المدة وهي في المدة ما الحكم؟ قال انتقلت المدة من مدة الإماء إلى مدة الحرائر إلى مدة إلاء الحرائر إن كانت أعتقاد وهي في المدة وهي في المدة واضح الكلام إن شاء الله إذا تنتقل المدة من لاحظ أن الشيخ قال ومدة إلاء الأمة شهران مدة إلاء الأمة شهران أطلق الكلام فشغل ما لو كان الزوج حرا أو كان عبدا أو كان عبدا إلاء سؤال الآن لو أن السيد لو أن السيد آل من أمته السيد آل عنده أمى فقال والله لا أقربك أربعة أشهر هل هذا يقع إلاء أم لا يقع إلاء قال لا يقع إلاء ليه؟ قال لأن شرط الإلاء أن يقع أن تكون المولى منها زوجته وهذه صحيح أنه يجوز له أن يقربها ولكنها ليست زوجة له ليست زوجة له فلا يقع إلاء السيد المولى من أمته قالوا إن كان المولي مريضا إن كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت يعني زوجته المولى منها الزوجة مريضة أو رتقاء أو صغيرة لا تجامع هذه المسألة التي قلنا سابقا أنها تعتد بالأشهر وهي صغيرة سيأتي حكم الإلاء منها أو كانت المولى منها صغيرة لا تجامع عمرها سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو ربما عشر سنوات قد تكون لا تطيق الوطأ أو صغيرة لا تجامع هذه تعتد بالأشهر أو كانت مريضة أو رتقاء أو صغيرة لا تجامع أو كانت بينهما أو كانت بينهما يعني بين الزوج المولي وزوجته مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإله لأن تكون المسافة الفاصلة بينه وبينها تساوي مسيرة أربعة أشهرين فصاعدا هذا في زمانهم لما كان السفر السفر على الدواب الآن السفر بساعة أو ساعتين تصل أي تقريبا خمس ساعات يوم يومين ثلاثة تصل إلى أقصى منطقة في الدنيا ولكن كذلك هنا في عندنا الآن مشكلة الفيزة يعني مثلا صحيح في عندهم مننا مثل طيارات إذا إنسان مثلا مقيم على فرد في دمشق وزوجته مثلا في طوكيو يحتاج مثلا إلى عشر ساعات بالطائرة فهو آلى منها آلى منها قال والله إلى أقربك أربعة أشهرين أربعة أشهرين ما الحكم قال يقع الإله يقع الإله ليه هل أنت قد تقول لي أنت مثلا يصل إليها مثلا خلال خمس ساعات أو عشر ساعات أو يوم يومين ثلاثة أربعة ممكن لكن عند منك مثلا على موضوع موضوع الفيزة موضوع فيزة السفر فهذه لا تعطى فإذا كان هو غير قادر على الحصول عليها نعم فيقع الإله بمضي هذه المدة يقع الإله على كل قال أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإله كيف الآن يشيء بهذا الإله يعني كيف يبطل هذا الإله الإبطال أحبابنا كما تعلمون بالوطأ إنسان مثلا آلى من زوجته آلى كي لا تقع الطلقة كي لا تقع قال والله لا أجامعك وهو أراد الآن أن يلغي هذا الإله كي لا تقع طلقة كيف يكون إلغاء هذا الإله كي لا تقع طلقة بمضي المدة كيف قال يقع إلغاء هذا الإله بالفيء لزوجته والفيء الرجوع يعني إلى الزوجة إما أن يكون باللسان وإما أن يكون بالوطء متى يكون الفيء باللسان حيث يتعذر الوطء فإذا كان عاجزا لا يستطيع أن يطعها الآن نقول له تنقضي مدة الإله أو يلغى يرفع ينقض الإله يبطل الإله بالفيء باللسان لأن تقول لا راجعتك أبطلت الإله الآن يقول قد أبطل الإله ولكن بقي عليه ماذا بقي عليه اليمين أنه حلف أن لا يقرب أما إذا كان قادرا على وطئها كان قادرا على وطئها فلا يكون الفيء إلا بالوطئ لا يكون الفيء إلا بالوطئ لا يرتفع الإله إلا بالوطئ الآن خطرت في بالي مسألة أحبابنا هذه مسألة المسافة الطويلة المسافة البعيدة يعني إنسان كما قلنا واحد في دمشق وزوجته في طوق ونقول معه الآن هو الآن جوال السفر يعني يؤهله لتجوال في العالم كله في التجوال في العالم كله هل هذا يكون فيئه باللسان أم بالوطئ هو قادر الآن على أن يذهب خلال يومين أو ثلاث أو عشر أو شهر أو شهر ونصف شهرين ثلاثة ويلتقي بها هناك ويطأها هل تعتبر الفيء هنا باللسان أم بالجماء الظاهر الظاهر أنه يعتبر الفيء باللسان بالقول لماذا إذا نجعنا الآن إلى كتاب التيمم إذا نجعنا الآن إلى عفوا كتاب التيمم كتاب صلاة المسافر إلى صلاة المسافر تذكرون أحبابنا أن في صلاة المسافر أنه أن الأحكام المسافر أن المسافر يباح له الإفطار في الصيام في رمضان يباح له الإفطار في رمضان كما أنه يجب عليه القصر في السفر فلو أنه كما الآن في زماننا الآن أنا أسافر بالطائرة مثلا أقطع آلاف كيلومتران خلال ساعتين أو ثلاث أو أربع خمس ساعات ماذا قلنا قلنا أحكام السفر ما زالت قائمة أحكام السفر ما زالت قائمة يباح له الإفطار ويجب عليه القصر في هذه المدة كذلك الآن كذلك أحكام الفيء باللسان ما زالت قائمة أحكام الفيء باللسان ما زالت قائمة وإن بعدت يعني وإن كانت قطع هذه المسافر البعيدة جدا التي هي بالأصل بالأصل لا تقطع إلا فوق أربعة أشهر فوق أربعة أشهر فإذا أنك تكون هنا كذلك لا يزال يبقى الفيء باللسان واضح الكلام إن شاء الله أحبابنا أولا نقول أسوال تفضي إذا كان فيء باللسان هل يشترط فيه إسماع الزوجة؟ لا يشترط لا يشترط سيأتي معنا لا يشترط ذلك يعني يكفي هو يكفي أن يقول بلسانه كما سيأتي معنا يكفي أن يقول فئت إليها يكفي أن يقول فئت إليها وأن يقول هذا الشرط أن يقول هذا في مدة الإلاء في مدة الإلاء قال أو كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإلاء قلنا بأن تكون يعني هذه المسافة تساوي مسيرة أربعة أشهر فصائد قال ففيئه أن يقول بلسانه فئت إليها في مدة الإلاء إله فإن قال ذلك قال فئت إليها سقط الإلاء ولكن ماذا يبقى أحبابنا؟ يبقى أنه إن قربها بعد ذلك كفار إن قربها بعد ذلك كفار إلا إلا قال وإن كان الموري مريضا لا يقتل ففيئه أن يقول أن يلاحظ أنه قيد أن الفئة يكون أن الفئة يكون بالقول يفي يكون الفئة بالقول إلا فلو قال فئت إليها بقلبي مريض مثلا مريض قال فئت إليها إي نعم بقلبي ولم أنتق بلسانه بل حكم قال لا يعتبر لا يعتبر لا يعتبر إي نعم لا يعتبر هذا الفئة لا يعتبر كذلك نلاحظ الشيخ أنه قال قال ففيئه أن يقول بلسانه فئت إليها فئت إليها هل المراد هنا بالفيئ اللفظ خصوص اللفظ يعني خصوص لفظ الفئ يعني لو أنه قال مثلا راجعتك أو قال ارتجعتك أو قال مثلا أبطلت الإيلاء على فرض استبدلها نعم هل يقع هذا هل يعتبر هذا فيئا أو لا يعتبر فيئا قال يعتبر فيئا فليس المراد ليس المراد بقوله فئت إليها خصوصا خصوصا اللفظ ليس هذا ليس هذا مراد بل المراد هو أن يبطل الإيلاء بأي لفظين استطاعه نعم هل أملاحظ أحببنا كذلك الشيخ أنه قال وإن كان المولي مريضا لا يقدر على الجماع أو كانت مريضة أو ردقة يعني أراد الشيخ بذلك أن هناك يعني لما آل منها آل منها نعم كان عاجزا عن الوطر كان عاجزا عن الوطر فذكر لنا الشيخ من صور الوطر من صور العجز أن تكون أن يكون مريضا أن تكون هي رتقاء أن تكون مسافرة كذلك من صور العجز أحبابنا أن تكون هي ممتنعة منه أن تكون ممتنعة منه يعني إمرأة هي قد تكون ساكنة في نفس البيت في نفس البيت أو في في البيت المجاور في البيت المجاور عند أهلها هي ناشز يعني هي ناشز أو كانت في نفس الحي ولكن في مكان هو لا يعرفه فهي ممتنعة منه هي ممتنعة منه أو ربما كانت محبوسة أو كان هو محبوسا لا يقدر أن يجامعها غير قادر على مجامعتها في استجن كذلك يكون فيئه باللسان يكون فيئه باللسان فإن قدر على جماعها يكون الفيئ بالوطأ يكون الفيئ بالوطأ الله الله طيب فقيت مسألة سبحان الله على كل هلأ إن تذكرتها أقولها ذهبت طيب قال الشافعي رحمه الله لا فيئ إلا بالجماع وليه ذهب الطحاوي لأنه لو كان فيئا لكان حنثا لأنه لو كان فيئا نعم لكان حنثا أي لو كان الفيئ باللسان فيئا لو كان الفيئ باللسان فيئا لكان حنثا لأن الفيئ يستلزم حكمين الفيئ الرجوع للزوجة إلى مرفع الإله يستلزم حكمين اثنين يستلزم وجوب الكفارة كما إنه يستلزم انتفاء التفريق أو انتفاء الفرقة يستلزم إلى الفيئ يستلزم وجوب الكفارة ويستلزم كذلك انتفاء الفرقة هذا الأصل في الفيئ فإذا فاء باللسان لا يعتبر فيه أحد الحكمين الذي هو الكفارة الكفارة نعم فكذلك ينبغي كذلك ينبغي أن لا يعتبر الحكم الثاني الذي هو انتفاء الفرقة هذا دليل هذا دليل الإمام الشافعي إذا ماذا قال الشافعي والشيخ الطحاوي رحمه الله وقال الشافعي رحمه الله لا فيئ إلا بالجماع وليه ذهب الطحاوي لماذا قال لأنه لو كان فيئا لكان حنثا لكان حنثا وليه ولنا أنه آذاها بذكر المنع يعني بذكر المنع بذكر منع حقها من الوطء آذاها لما قال والله لا أجامعك قد آذاها بذكر منع حقها من الجمار فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان لأن الزوج إذا كان عاجزا عن الوطء عن الجماع حالة إلى الزوج يعني مثل إنسان مثلا عنين أو كإنسان مثلا كان يرتكب فاحشة الزنا والعياذ بالله ثم صار عنين ثم صار عنين ثم قال تبت عن الزنا أي توبة هذه أنت بالأصل غير قادر على هذا الفعل أنت بالأصل غير قادرين لما كنت قادرا كنت تقع أما الآن بعد أن صرت عنين قلت تبت عن الزنا فالزوج لما كان عاجزا عن الجماع حالة الإله لم يكن قصده بعدم بالحلف بالإله لم يكن قصده الإضرار بمنعها حقها في الجماع لأنه هي لا حق لها في الجماع وقت عجزه وقت عجزه على الجماع لا حق لها في ذلك وإنما وإنما قصد فقط لما قال والله لا أجامعك والله لا أطأك قصد بهذا اليمين فقط إيذاءها باللسان إيذاءها باللسان فهذا ظلم لساني والظلم اللساني يرتفع كذلك بعدل اللساني ما هو العدل اللساني في هذه المسألة أن يقول لها فئت إليك أرجعتك أبطلت الإله هذا دليل إمامنا أبي حنيفة إذورنا أنهم آغاها بذكر المنعي يعني إنسان هو يمكث في بلد وزوجته في بلد آخر تبعد عنه آلاف كيلو متر تكلمها عنها تبقى والله لن أجامعك خلال أربعة أشهر هذا يعني ومعروف لن يستطيع أن يجامع خلال أربعة أشهر فإذا لماذا هو حلف هذا اليمين فقط ليبين لها أنني أنا مستغنى عنك فإذا هو أراد فقط إيحاشها إيذاءها بالكلام قال أنه آذاها بذكر المنعي آذاها بذكر المنعي فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان قال وإذا ارتفع الظلم لا يجاز بالطلاق نعم لا يجاز بالطلاق لأنه الأصل الشارع طلب منه أن نسوي أن نسوي في الجزاء أن يكون التسوي بحسب الجناية جنى عليها بلسانه ثم بعد ذلك رفع الجناية كذلك بلسانه سيدي سيدي لو سمحتم فضلا بولانا أكرمكم الله المسافة التي لو كانت بعيدة منه بحيث لا يتمكن من وضعها في المدة هل هي كما سمعت أذكر في الدرس سابق ثمانية أكثر من ثمانية أشهر انتبه علي الآن أحسنت هل إحنا الأصل هذه فيها المسألة هذا فيها خلاف هذه المسألة فيها خلاف أن قالوا الأصل أن تكون المسافة أربعة أشهر بإقدار مدة الإله ولكن بعض فقهائنا ماذا قالوا إن كانت أربعة أشهر ثمانية أشهر ثمانية أشهر فإذا كان هو بحيث خرج من بلده وهي خرجت من بلدها خرجت من بلدها إي نعم والتقيا والتقيا في مكان يكون أقل من أربعة أشهر يقال لا إله في ذلك لا إله لا يكون هذا لا يكون لا يكون آه لتصور لتصور أن يلتقي بها في هذا المكان في هذا المكان ولكن الآن مسألتنا مولانا هي الآن هي على الفيء أنه ليس مسألة أنه هل يفيء لها فيء باللسان أم يفيء بالوطر الآن المسألة اختلفت الآن المسألة المقررة هل يتعين عليه الفيء بالوطر أم يكفي أن يفيء بلسانها كي يرتفع حكم الطلاق والتفريق هذه الفرق بين المسألتين قال قال وإذا تفع الظلم لا يجاز لا يجاز بالطلاق ثم قال ولو قدر على الجماع في المدة قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئوه بالجماع لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف بالخلف عفوا بالخلف يعني هذا المريض الموري هذا الذي آل من زوجته وهو عاجز عن وطئها نعم قدر الآن قدر وفاء إليها بلسانه فاء إليه بلسانه قدر الآن على الفيء قدر على الفيء بالوطئ قدر على الفيء بالوطئ ما الحكم صار فيئه بالجماع لأنه قدر هذا الكلام إيش قدر على الجماع وهو في مدة الإلاء في مدة الإلاء صار نقول له الآن كصار حكمه كحكم إنسان تيمم ليصلي تيمم ليصلي وهو في الصلاة قدر على الماء ما الحكم بطل صلاته بطل صلاته فوجب عليه أن يستعرف ها بالماء لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف كذلك الآن الفيء باللسان هو خلف الفيء باللسان هو خلف عن الفيء بالوطئ الفيء باللسان فلما صار قادرا على الفيء بالوطئ بطل بطل الفيء باللسان قال لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود إنعا صار قادرا على الوطئ قبل تمام مدته الإله قال وإذا قال لمرأته أنت علي حرام سئل عن نيته وهذه مسألة هام جدا يعني كثير ما يحلف الإنسان ونسمع هذا الكلام وأنه فلان قال زوجتي قال علي الحرام كذا أو قال أنت علي حرام إنا قال إذا قال لمرأته أنت علي حرام أنت علي حرام قال لمرأته قال لمرأته إنا يعني قيد بالزوج قيد بالزوج فقال إذا قال لمرأته هنا الذي حلف بالحرام من هو الزوج لأن الزوجة أحبابنا وهذا يقع أنا سئلت أكثر من مرة عن هذه المسألة الزوجة لو قالت لزوجها أنا عليك حرام كما هو يقول أنت علي حرام قالت هي أنت علي حرام أو عفوا أنا عليك حرام أو حرمتك أو حرمتك ملحكم ما يقع طلاق ولكن هذا يمين هذا يمين امرأة تمزح مع زوجها قالت له أنا عليك حرام إن فعلت ذلك أو حرمتك على نفسي هذا يمين فلو وطئها لو جامعها طائعة أو مكرهة ملحكم قال تحنف وجب عليها كثارة يمين وجبت عليها كثارة يمين حتى لو كانت مكرهة حتى لو كانت مكرهة جامعها مكرهة وجبت عليها كثارة يمين بخلاف ما لو أنها لو حلف إنسان مثلا بخلاف ما لو حلف إنسان لا يدخل هذه الدار فأدخل هذه الدار مكرها أدخل هذه الدار وهو مكره أدخل وهو مكره ما الحكم قال لا يحنث لو أدخل وهو مكره لا يحنث كيف أن أدخل وهو مكره يعني حملوه وأدخلوه نعم قال لا يحنث أما لو دعا دعا دفعا دفعا هكذا فدخل على قدميه قال يحنث يحنث بذلك وإن قال لمرأته أنت علي حرام أين أنت علي حرام الله طيب وإذا قال لمرأته أنت علي حرام سئل عن نيته لماذا يسأل عن نيته أحبابنا لأن قوله أنت علي حرام هذا كلام مبهم هذا كلام مبهم هو يحتمل وجوه عديدة يحتمل وجوه معاني متعددة وهذه المعاني المحتملة لا يمكن أن نميز بعضها عن الآخر إلا بالنية لذلك قال سئل عن نيته سئل عن نيته أنت علي كالخمر أو أنت علي كالخنزير أو أنت علي كالبول أو أنت علي كالدم ما الحكم؟ قال هو يساوي قوله أنت علي حرام يساوي قوله أنت علي حرام كذلك إنسان قال لزوجته يعني لو قال أنت علي كما قلنا أنت علي كالخمر أو أضاف أو قال أنت علي لأي شيء نعم كان محرما لعينه محرما لعينه فإذا كان قال أنت علي كأي شيء محرم لعينه كان هذا حكمه كأنه قالها أنت علي يا أنت علي حرام نعم الله في مسألة سبحان الله لازم ينبغي أن أذكرها الآن إن شاء الله الله يعني إنسان مثلا قال ما نتابع أحبابنا لم أستجمع المسألة إذن فهمنا لماذا قال سئل عن نيته قال فإن قال أردت الكذب فهو كما قال فهو يعني يكون كذبا يعني يكون هذا كذبا فإن قال أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه لأنه نوى حقيقة كلامه حقيقة كلامه أنه وصفها بالحرمة قال وقال أنت علي حرام نعم فقد وصفها بأنها محرمة عليه ولكن في الواقع هي موسوفة بأنها حلال عليه فكان كذبا هذا حقيقة كلامه نعم فإذا قال فإذا قيل ماذا أردت بقولك أنت علي حرام قال نويت الكذب نويت أن هذا الكلام هو كذب وليس حقيقة قال فلا يقع به طلاق الإله ولا يتعلق به شيء وإنما هو إنسان كذب بذلك فيتعلق بحقي أنه ارتكب معصية الكذب فإن قال أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه وقيل لا يصدق في القضاء لا يصدق في القضاء ليه؟ قال لأنه يمين ظاهرا كيف يمين ظاهر؟ قال لأنه هذا لما قال أنت علي حرام هذا تحريم الحلال وتحريم الحلال عندنا يمين لذلك كما قلت قبل قليل لو قالت لزوجها أنت علي حرام كانت يمينا فإذا وطئها طائعة أو مكرها وجبت عليها كفارة يمين فإذا قال لها أنت علي حرام وقال نويت بذلك الكذب قال بعض الفقاء قال لا يصدق ليه؟ قضاء لماذا؟ قال لأن قبله أنت علي حرام هذا يمين لأن فيه تحريم الحلال فهو يمين هذا معنى قوله لأنه يمين لأنه يمين ظاهرا أما فيما بينه وبين الله عز وجل قال فيصدق فيصدق وهذا القول لا يصدق في القضاء هذا مرمي عن الشيخ الطحاوي والكرخي رحمه الله تعالى يوجد من فقهائنا من صحع هذا القول من قال هو المفتبه من صحع عيانه وإن قال أردت الطلاقة قال أردت الطلاقة فهي تطليقة بائنة قال أردت بقول أنت علي حرام أردت الطلاقة قال فهي تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاث إلا أن ينوي الثلاث فإذا لو الثلاث وقع وقع ثلاث ثلقات لماذا؟ قال لأن الحرام من ألفاظ الكنايات من ألفاظ الكنايات وذكرنا سابقا أحبابنا أن طلاق الكناي إذا قال الرجل زوجته أنت بائنة تقع طلقة واحدة بائنة تلقى واحدة مع احتمال الطلقات الثلاث إذا يقع الأدنى مع احتمال الكل يقع الأدنى مع احتمال الكل فالآن إذا قال نويت الطلاقة قال أنت بائنا أو أنت علي حرام قال نويت الطلاق تقع واحدة تقع تلقى واحدة أما لو نوى ثنتين لا يقع الثنتين لا تقع الثنتين لأن الألفاظ الكناه لأن اللفظ عندنا لا يحتمل العدل لا يحتمل وذكرنا هذا سابقا لا يحتمل العدل فلذلك إنوى الطلاقة تقع تلقى واحدين فإنوى الثلاث تقع ثلاث تلقات لذلك قال وقد ذكرناه في الكنايات وإن قال أردت الظهار قال أردت الظهار أو لم أرد به شيئا لا فإيش قال قفر لا وإن قال أردت الظهار فهو ظهار وإن قال أردت الظهار فهو ظهار وهذا عند أبي حنيفة وإبي يوسف رحمهم الله وقال محمد رحمه الله ليس بظهار ليه قال لانعدام التشبه أو التشبيه بالمحرمة وهو الركن فيه وهو يعني التشبيه بالمحرمة هو الركن في الظهار ولهما أنه أطلق الحرمة لهما لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه أن الزوج أطلق الحرمة أطلق الحرمة لأنه لم يقيدها بشيء لم يقيدها بشيء والمرأة تالتا تكون محرمة بالظهار وتالتا تكون محرمة بالطلاق فهو أطلق الحرمة قال أنت عني حرام ولم يقيد هذا التحريم بوصف بشيء فأطلقه ويحتمل أي نوع من أنواع التحريم واضح لذلك قال وفي الظهار نوع حرمة لأنه لو قال أنت عليك ظهر أمي حرمة عليه حتى يكثر ففي الظهار نوع تحريم لذلك صحت نية الظهار في قوله أنت علي حرام صحت نية الظهار قال والمطلق يحتمل المقيد والمطلق يحتمل المقيد ولذلك قالوا من نوى محتمل كلامه صدق قالوا من نوى محتمل كلامه صدق قالوا إن قال أردت التحريم لما قال أنت علي حرام أراد أن يحرمها على نفسه أو لم أرد به شيئا فهو يمين يصير به موليا يصير به موليا لذلك لو أنه قربها بعد ذلك كفر عن يمينه وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالإله بانت بالإله أن أحبابنا كما تعلموا أو كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن تحريم المباح عندنا تحريم المباح عندنا أو تحريم الحلال عندنا يمين يمين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال له بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فدل على أن تحريم المباح يمين تحريم المباح يمين وإن قال أردت التحريم فإذا إيش هذا يمين قال له أنه قال أنا لم أريد به شيئا لم أريد به شيئا قال كذلك هذا يمين ثم قال ومن المشايخ من يصرف الله لفظة التحريم إلى الطلاق ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف والله أعلم بالصوام يعني من المشايخ من يصرف قوله أنت علي حرام إلى الطلاق مباشرة من غير نية وهذا بحكم العرف يعني لأن العادة جرت بين الناس في زمانهم أو في زمانهم أو في أي زمان جرت لأنهم يريدون بقول إنسان يريد أن يطلق زوجته يقولها أنت علي حرام فإذا كان هذا فإذا كان هذا جرى به العرف جرى به العرف قالها أنت علي حرام قال ولم يدني شيئا ولم يستحضر شيئا لا نقول له هذا إله وإلا نقول له هذا طلاق ولا يصح أن نقول هذا إلاءنا ثم قال باب الخلع نقف هنا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وعافنا واعفو عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة